السلام عليكم ورحمة الله يمكن بعض الناس جاءهم إحباط لما حدث في تونس يعني على أساس أن تونس كانت الشرارة الأولى التي أدت إلى الربيع العربي ويمكن فوز واحد من النظام السابق والأنظمة التي قبله بالانتخابات كمان عمل إحباطا على إحباط أنه يعني رجعنا من حيث كنا فما فائدة هذه الثورات هذا الموضوع أنا أهمني أيضا ورجعت وقرأت في الكتب ورجعت إلى مفهوم الديمقراطية فوجدت معلومات يعني كتير جميلة وتنفع عامة الناس فسوف أنقلها في هذه الحلقة التي ستكون كمان حلقة منوعة كما كانت الحلقة التي قبلها يعني سيكون تعليق قصير عن الديمقراطية هلأ لما قرأت عن تاريخ إسبانيا مثلا يعني كدولة تنوع عليها الحكم وكانوا العرب فيها وجلسوا فيها ثمانية قرون وجدت أنه إسبانيا مرت عليها فترة كانت إمبراطورية عظيمة يعني مثل مهلة أمريكا تحكم العالم كانت هي قوة كبيرة جدا ولها أثر على العالم كله وكان لها مستعمرات في كل مكان حتى مستعمرات في أمريكا وللآن ما تزال أمريكا اللاتينية تتحدث اللغة الإسبانية هذه البلد القوية الهائلة كمان مر عليها صعاب يعني بهذا القرن يلي كانت في أوروبا قوية ودولة لها يعني وجود واعتبار بالعالم وهي اللي كانت السبب بسايكس بيكو وما حل بالدول العربية كانت هي دولة ضعيفة جدا وكان في عندها مشكلات وصارت فيها حرب أهلية ومجاعات ورخصت فيها العملة كثير كان في عندها صعوبات وتضخم وأشياء من هذا عفوا يعني نسيت إذا مجاعات أولأ بس المهم يعني أنه كان فيها حرب أهلية وكان في عند الشعب صعوبات وفقر واحتياج وبطالة وكثير من الصعوبات التي تعاني من مثلها الدول العربية ما معنى هذا الكلام يعني الأيام دول وكل دولة مهما الآن نظرنا لها وقلنا ما شاء الله على ألمانيا وبريطانيا وكل هاي الدول وياريت الدول العربية تصبح مثلها نحن نراها وهي قوية لكن لو قرأنا تاريخها سوف نعرف أنه ما في دولة بالعالم مهما كان لها وزنة ومهما كانت متقدمة إلا ومرت بما نمر نحن به الآن طب هلأ أمريكا ما عم تمر بصعوبات هلأ السود والبيض مو للآن ما تزال بينهم المناحرات مو كمان أمريكا في عندها نوع من التفرق العنصرية الخفية مو عنده كمان طبقتين بالمجتمع مو عنده أمراض اجتماعية وسرقات فإذن نحن ما كنا فيه هو أمر عادي وطبيعي لكن اللي غير طبيعي لما يزيد عن حده نتكلم بقى هلأ عن نقطة أخرى هي قصة الديمقراطيات نحن نظن أنه الغرب يعيش في دمقراطية عظيمة ونحن نرنو إليها ونسعى لها طب شو هي الديمقراطية؟ هون بقى النقطة التي تهمني اللي هي الوعي الذي أنشده عند الشعوب ومنها الشعب السوي كل الشعوب حتى الشعوب الغربية شعوب بالآخر بسيطة بالآخر هي شعوب ممكن كتير أنه يضحكوا عليها فمين يسير الشعوب؟ يسير الشعوب الإعلام فنحن نظن أنه والله الشعب الأمريكي هو اللي يختار اختار الرئيس أوباما واختار اللي قبله واختار اللي قبل قبله نظن أنه هذا نفس الشيء يسود في أوروبا وكنا نتمنى أنه الشعوب العربية تصل إلى هذا الشيء لكن هذا لوبوني اللي هو مفكر عظيم كتير له مجموعة من الكتب لما قرأتها أنا قرأت مؤخنة ثلاثة كتب له منلاقي أنه في شيء اسمه اللعب بالجماهير يعني الجماهير ممكن جدا أنه من قبل الانتخابات من قبل 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 أنه هالفئة القليلة التي تتحكم بالعالم يعني مثل ما عم تتحكم نحن فينا عم تتحكم بشعوبة لأنه نحن طبعا فيه فئة تحكم العالم هاي الفئة من الدول المتقدمة إلى تحت شعوب شعوبة هي والدول هاي نفسها عم تتحكم فينا نحن أيضا نحن بقى الدرجة اللي بعد فهي تدبر من قبل للأمر الذي تريده فيه عند الإعلام عند الأموال عند الأفكار الفضيعة عند الخبث عند الدهاء فمن قبل ما يصير موعد الانتخابات سواء بالبلد العربي أو بالبلد الأجنبي تبدأ تهيئ للشخص الذي تريده يعني رؤساء أمريكا ما وصلوا عن جد من استفتاء شعبي وبرأي الشعب لا الشعب يحتاج إلى توجيه هلأ الشعوب كلها بدها توجيه فمين بيوجهها؟ بيوجهها الدراسة الجامعية بيوجهها الإعلام فمن قبل بيكون فيه نحن هدف مو عنا نحن عند هاي الذين يحكمون العالم هدف معين من الشخص الذي يحقق هذا الهدف بيبدأوا بقى يلمعوا مجموعة من الأشخاص لك حتى يتهيئ لنا أنه فيه عندنا خيارات أنه ما عندنا أجبار ما عندنا ديكتاتورية فبيجي مجموعة من الأشخاص لكلهم سواء أي أفاز هذا أو هذا أو هذا يكونوا جيدا ويحقق الهدف فهيك اللي صار بقى بتونس وهيك اللي صار بمصر وهيك اللي حيصير هلأ بالسورية فمنجهز مجموعة من الرجال بيكونوا كلهم يخدمون هذه الخطة العالمية نبدأ بقى منلمع هذا تعالوا شوفوا هاي برنامجه الانتخابي سوف يحقق الرخاء سيقضي على البطالة لا تظنوا أنه هذا الشخص تاريخه هيك لا بالعكس هو لأنه عنده تاريخ سياسي فأصبح محنكا سوف يخدم الشعوب سيحقق لهم آمالهم وأهدافهم طبعا بقى خلال ذلك نبدأ بقى نذم الإسلاميين نوصفهم بأنه عندهم تطرف ممكن يقولوا عن الإرهاب ممكن يخوفوا الناس ممكن 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 فبتكون الشعوب تهيئت تماما يعني نغسل الدماغة لما يصير وقت الانتخابات بروحوا هدول الناس على الانتخابات وهم يظنون أنهم يختارون بإرادتهم أنهم يختارون اختيارات نزيهة أنه هنن عندهم عقل هنن سمعوا هذا المرشح وهذا المرشح وهذا المرشح هنن قارنوا هنن عرفوا أنه صار في إرهاب لأنه عندهم وعي هنن ما عم يختاروا هيك يعني عشوائيا فبناء على وعي بناء على عمق هنن فكروا فلأوا أنه هذا المرشح سوف يحقق لهم ما يريدونه فبروحوا إلى صناديق الاقتراع بينتخبوا بيطلعوا أمامنا بالتلفزيون وهنن مسرورين هذا سرورهم هو مالع عشوائي هو سرور حقيقي لكن بسبب ما حدث من قبل من هاي الخطط التي تدبر لنا فبتونس أكيد هالمرة حسب ما سمعنا أنه كانت الانتخابات نزيها لكن كمان لما صارت الانتخابات اللي قبلها بمصر كانت نزيها بس بعدين شو اللي صار لأنه جاء رجل لا يرضون عنه فإذا أنا ما أريده الآن من الشعب السوري لأنه إن شاء الله إن شاء الله حنقترب على مرحلة مثل هذه لما يحطوا لنا الناس المرشحين ندرك هذا الأمر فنكون على وعي ونقرأ تاريخ كل رجل سوف يضعونه لنا ونختار بقى بناء على عمق لحتى ما نشعر بالأحباط نشعر به الآن لكن يمكن يكون اختيار هذا الرئيس يعني لأنه الرؤساء عنا مدى الحياة فبما أنه كبير بالعمر بركي إن شاء الله بقى تكون فترته قليلة وبعده يرجع الشعب ينتبه ماذا فعلت معه الدول الكبرى وأنه صحي ينتخب هذا حسب انتخابات ديمقراطية لكن ما في ديمقراطية فنرجع مرة تانية بقى لطريقتنا نحن الأصلية ننتخب بناء على شروط جيدة مو على هالديمقراطية الغربية اللي جاءتنا من الخارج وقد لا تصلح لشعوبنا العربية منوقف لننتقل بقى مع موضوع آخر قبل أن أنتقل للسؤال التالي أريد أن أقوله تعليقا صغيرا فإذن بعد القراءة والتبحر تبين أنه الفرق بين الشعوب العربية والشعوب الأجنبية أنه الشعوب الأجنبية توفر لها الحكومات الضمان الاجتماعي إذا تعرضت للبطالة وإنه تعيش في حالة جيدة من الأمان والأطمئنان ويعني العمل عندهم أفضل المعاشات عندهم أفضل يمكن يحصلوا على بيوت بطريقة أفضل ولكن بقى عندنا بالبلاد العربية الإنسان العربي مسحوق لكن لا توجد ديمقراطية في البلاد الغربية يعني بالآخر الإعلام كما يسوق العربي يسوق أيضا معه الأجنبي يعني هي كانت بالنسبة لي معلومة مهمة أنتقل إلى السؤال التالي جاءني من شاب يقول فيه بالأول يعني كاتب سناء المهم يقول فيه موضوع حبيت أطرحه عليكي ما بعرف ليش كل الأسئلة تأتيني بالعامية هلأ أنا أتكلم في حديثي بالعامية ولكن يعني أميل قليلا للفصحة لكن هون تأتي عامية تماما يقول بالفترة الأخيرة على صفحات الفيسبوك صرنا نشوف شوية عنصرية نحو أبناء الريف يعني كل شغلة مو كويسة صاروا يلسقونها بظهر ابن الريف يقول أنا من ريف حلب لكني ولدت بحلب وربيت بحلب ودرست بحلب وما بعرف غير حلب مع ذلك التنصل من ابن الريف موجود بشكل مريب يعني أنا أستاذي بالمدرسة بحلب كان يسألنا عن أسمائنا ومن خلال الكنية يقول للطالب أنت من حلب وأنت من الريف لأنه أهل بلادنا بيعرفوا بعض من مجرد اسم العائلة ويقول كمان هلأ بعد الثورة أهل حلب بيقولوا أولاد الريف هنن اللي دمروا حلب وهنن اللي سرقوا حلب ومن هالكلام وأهل حلب المدينة شو بيقولوا من دون أي حياء أو خجل بيقولوا ابن الريف إذا تمدن مثل يعني مثل ليس جميلا المهم أنه لا فائدة لن يتمدن يعني وكلام كثير وعنصرية مقيتة وأنا كمان مسافر لبلد وأعمل فيه فكان من بشيء يعني الذي يعمل معه بالشركة من حمص وهو متدين فكل ما كان يشوف مذيعة حاطة شوية مكياج ومصرحة شعرها أي على أي قناة سورية يقول شوف من أي ضيع جاي بنات المدينة ما بيعملوا هيك ومن فترة قرأت مقال كاتب قرأتها كمان بالتاق المربوطة المقال يحكي إنه العساكر من الشام كل واحد مصاحب بنت وصار فيه نوع من الدعارة بشوارع دمشق ومكتوب بنهاية المقال والأمر لم يعد مقتصرا على بنات الريف فيقول لما قرأت هذا الكلام تدايقت يعني ليش كل شغلة غير جيدة نلسقها بأبناء الريف هاي العنصرية تجاه ابن الريف موجودة مو بس بحلب موجودة بكل المحافظات السورية ولكن بحلب زيادة يعني والله عيب دخلنا بالالفية الثالثة ولسا الناس تقول ابن الريف وابن مدينة بزماننا هذا ما عد في ابن الريف وابن مدينة التطور اجتاح كل منطقة والكل صار على مستوى واحد من الثقافة والوعي فأرجو أن تصلتي الضوء على هذا الموضوع والأحاديث النبوية كثيرة وأنت أعرف فيها المهم هذا ما كتبه وجاءتني كمان رسالة أخرى من رجل يعلق على فيديو فيديو نشر على جوجل فجاء تعليق عليه واحد يقول للآخر أنت شكلك كنت أجير بحلب والحقد معبي قلبك لأنك صعلوك شوفوا كمان هالوصف وبحياتك ما بتوصل لأسيادك الحلبية ما بعرف شو قصة الحلبية يبدو عن جد كله على الحلبية يا ابن الضيع قبل ما تلبس هالملابس وتطلع بهذا الشكل الغير جيد يا ريت يعني العفو منكم عم كاتب له تتحمم وتلبس شي ينضيف وتفرشي أسنانك تخيلوا واحد يكتب للآخر هذا الكلام أمام الجميع تعليقا على فيديو وهذا الفيديو كمان موجود على صفحة من صفحات الفيسبوك والتعليق موجود عليه بنفس هذه الكلمات أنه قبل ما تكون هيك لازم تكون بهندام جيد لكي تمثل الشعب السوري وبيقول له شكلك تبع محو أمية والمهم يعني يكفي إلى هنا ويسخر منه وهو شاب موجود في هولندا هاجر إلى بلد أخرى الحقيقة هذه الكلمات يعني مؤسفة مؤسفة جدا وأنا أقرأها الآن وأنا أشعر بالحياء والخجل ولكني قرأت لأنه الشاب يعني أثناء ما عم ينتقد كان يشرح أنه هذه عصبية وأنها مقيتة وأنها غير جيدة وأننا نحن السوريين لا نرضى عنها لأنها قبل أن تسيء لأي أحد تسيء لنا نحن يعني بدل ما نتحد ما زلنا نتفرق هذا الكلام تكلم عنه ابن خلدون من قديم لأنه قضية مهمة العصبية برأي ابن خلدون هي سبب عمار الأمم وهي التي أدت إلى دمار الأمم برأي ابن خلدون لما حلل التاريخ أنه من أسباب سقوط الدولة الأموية هي العصبية لأنه اعتمدت على العصبية العربية وأنه العرب مختلفون عن غيرهم فهذا أدى أنه الشعوب الأخرى شعرت بالغبن بدت تشعر بالأول بالتفاوت الاجتماعي بعدين هذا تحول إلى حقد تحول إلى غل أم أدى إلى ثورات كثيرة إلى انفصالات فذهب بالدولة اللي كانت كثير إلى أثر بتاريخنا وكل كلياتنا نفخر بها لما كان لها من أمجاد وما كان لها من يعني رفع لهذا الدين طب كمان هلأ هي قولتكن العصبية القبلية ما حتى تؤثر على ثورتنا كما قال ابن خلدون أكيد حتأثر على ثورتنا كيف تصعد العصبية بالأمم على رأي ابن خلدون على رأيه أنه لما يكون في عنا عصبية يعني اللي هي العصبية للوطن واللي هي مقبولة من أجل كل أمة أن تحافظ على وطنها لو كانت موجودة عنا ما كنا فكرنا بهذه الطريقة يعني كان هذا الحلبي الذي يمتهن ابن الريف وهو قريب منه على مبعدة أمتار منه لازم يعرف أنه أي شيء سيدر ابن الريف حيضر هو ما لاحظنا لما خرجنا من بلادنا كثير من العائلات اللي كانت معروفة بالسورية هلأ عائلات حمص قليلة ومعروفة عائلات دمشق قليلة ومعروفة تعرفوا أنه هاي العائلات نفسها لما هاجرت بثمانينات إلى بلاد حتى عربية ومو أجنبية فيه هاجروا للأردن وهي بلد قريبة فيه هاجروا لدول الخليج لما خرجوا من بلادهم وذهبوا للعمال أو لأي شيء وبدوا يعرفوا بأنفسهم بالبلاد الأخرى ما عرفون يعني أنا لما أجي أقول حتى أنا هلأ أنا لما خرجت وصرت أقول والله أنا بنت العظم مين العظم؟ يعني صار مين؟ هلأ أنا لو قلت بأي بلدة بسوريا اسم أي عائلة ممكن يعرفوها حتى لو ما كنت يعني أنا بعرف العائلات الحمصية مع أني لستوا من حمص بعرف العائلات الحلبية مع أني لستوا من حلب لكن لما خرجنا نحن إلى البلاد الأخرى لو قلنا اسم أي عائلة ما حيعرفونا ما حيعرفوا هاي العائلة والله من الريف ولا هاي العائلة من المدينة هاي العائلة لها مجد ولا ما إلا مجد هاي العائلة عريقة ولا ما لعريقة فكل ياتنا كنا مثل بعضنا طب هلأ نحن خرجنا شو عادي تتفيده لهذا اللي سافر لهولندا أو لإيطاليا أو لألمانيا أو لأوروبا اسم عائلته هو لما ذهب إلى هذه البلد سوف يعبر عن نفسه بسلوكه سيعبر عن نفسه بعمله سيعبر عن نفسه بجدارته بتفوقه فهي إساءة له قبل أن تكون إساءة لابن الريف ولما هو يسيء إلى ابن الريف ويتكلم عنه بهذه الطريقة طب البلاد الأجنبية حتى العربية هاي يعني مو بس الأجنبية كيف سيفرق أهل هذه البلد بين ابن الريف وبين ابن المدينة وإذا لأ أن أبناء البلد نفسه يتنابذون بالألقاب هو كمان نفسه حيستأل فينا ويجد أن الشعب السوري ليس على شيء فهي كما قال ابن خلدون إساءة لسائر أفراد الشعب السوري وإذا سألنا لماذا تأخر النصر بيكون تأخر بسبب الخيانة وبسبب هذه الأشياء لأنها هي التي تمنع الوحدة هي التي تمنع أنه نكون كلنا على قلب واحد هي التي تمنع الإنسانية هي التي تمنع أشياء كثيرة وخلينا نتوقف قليلا لأنه صار وقت الفاصل ونشوف شو نقدر نكمل بهذا الموضوع المحزن بعد الفاصل المهم أنه العصبية مذمومة والرسول صلى الله عليه وسلم نعرف أنه نهى عنها ومنرجع لكلام ابن خلدون اللي بيعتبروه أنه هو المفكر الاجتماعي الذي درس هذه الأمور قال أنه العصبية هي السبب بسقوط الدول فإذا ما تداركنا الموضوع ستكون سوريا في خطر سوريا في خطر شديد بعدين أنا عندي سؤال لنفرض أنه في أحد والله عنده فكرة معينة مثلا بيحب أنه ياخد فكرة عن شعب ما طب ليش دائما نأخذ الصفات الزميمة يعني ليش لو بدنا نقارن بين أهل الريف وبين أهل المدينة ما نقول والله أهل الريف عندهم المزايا الفلانية يعني ليش دائما نحب المقارنة بهذه الطريقة أنه هدول دائما أقل شأن يعني في قصة كثير ظريفة للأطفال الصغار كان اسمها هلأ ذكروني فيها فجأة ذكرتها الآن فقر المدينة وفقر الريف فهي القصة طبعا موجهة للأطفال الصغار لكن كانت قصة كثير جميلة لأنه لما أجد تحكي عن فقر المدينة وفقر الريف حكت عن فقر الريف هكت الصفات السلبية لكن جابت الصفات الإيجابية حكت عن فقر المدينة جابت لتنى فهم لما جينا نقارن بينهم ما قدرنا نقول والله أنه أحسن فقر المدينة لما فقر الريف لأنه كل واحد فيهن عنده صفات معينة جعلته يتغلب على الآخر فليش نحن لو حبينا والله أنه نقارن ونقوله فيه اختلافات بين الاثنين ليش دائما تكون المقارنة سلبية طب ليش تكون بالتعالي؟ ليش تكون بالتعالي؟ يعني فيه عنا مثل بيقول اللي ما بتزينه عروقه ما بتزينه خروقه يعني الإنسان بالآخر قد ما كان والله عنده جاه وعنده حسب وعنده نسب وعنده إذا ما كان سلوكه يتوافق مع ذلك فما عد النسب القديم يقوم به لذلك فيه اثنين لما تناظروا مع بعضهم من قديم ماذا قال له؟ قال له إذا كان نسب عيلتك قديم سينتهي عندك بناء على هذا الكلام لكن أنا لأني سأترفع عنك أنا سيبدأ نسب عائلتي من عندي فهذا هو الكلام السليم والصحيح هلأ نحن مع السورة ما عد بدنا نشوف هيك ولأنه اللي لاحظناه أنه اللي قام بالسورة أهل الأرياف ويمكن هذا اللي خلى أهل المدن يحقدوا عليهم يعني هذا كتير كان ملاحظ أنه أهل المدينة تأخروا كتير لحتى اقتنعوا وقاموا لأنه ما كان هاممون كانوا قاعدين والله في بيوتهم آمنين مطمئنين لكن أهل الريف كان هن اللي عندهم هاي النخوة واللي كان عندهم الحرص على أنه دافعوا عن الآخرين وهن اللي كانوا الحاضنة الشعبية للثورة في البداية فدعوها إنها منتنة وصار لو بدنا نحاسب أي إنسان ورجاء خلينا نحاسبه بناء على تصرفاته وبسبب الشي اللي عم يصير من طرف النظام إنه عم يدخل على الفئات على الجيش الحر بيفوت ناس وعلى هون بيفوت ناس لحتى ينزع سمعتهم يا ريت نحنا هلأ نحاسب الأشخاص ما نحاول إنه نحاسب المجموعة الكبيرة خاصة المجموعة اللي كنا نحنا بنعرف إنه على حقه وعلى خير لأنه فيه كتير تشويه لسمعة الناس ننتقل بقى السؤال اللي بعده مثل ما قلت لكم إنه اليوم كتير متفاوطة الأسئلة نروح من موضوع اجتماعي لموضوع بيقرب على السياسة لموضوع هلأ عنا استشارة تربوية هاي كمان سيدة من السيدات التي هاجرنا إلى بلد أخرى فتخيلوا ابن عمره عشر سنين تقول الولد زكي بيطلع دائما الأول على صفه هاي السنة بقى عشر سنين يعني هو بصف الخامس صغير كتير فتقول إنه بدأ يتراجع بالدراسة إجا أبو أبو كتير حريص بقى بما إنه بسبب ظروف سورية صار حرص الشعب السوري مثل الشعب الفلسطيني قديما على الدراسة والشهادات فصار بده ابنه يرجع مرة تانية يتفوق فوعدوا إنه إذا تفوق وجاب فوق الخمسة وتسعين ستكون له هدية وإذا ما جاب سيكون له يعني عقاب صارم هذا الصبي ما جاب للأسف فتعرفوا شو عمل أبو عمل متل ما بيعمل النظام السوري سطحوا على الأرض وربط رجليه ورفعوا فلقة تخيلوا يعني فلقة قوية جدا فالصبي تأثر كتير نفسيا صغير هو بصف الخامس ومعد بده يدرس زيادة الأن بقى أرسلت لي هذه الرسالة تسأل إنه هل تصرف الأب صحيح أو غير صحيح وماذا تفعل هي لأ طبعا أكيد تصرف الأب غير صحيح نهائيا يعني بمثل هذه الظروف واللي حكينا عنها كتير الصبي ترك بلده ترك أصدقائه موجود ببلد جديد اتراجع الدراسته شوي طب يعني ما المشكلة ما المانع معناته هذا الصبي يعانيه نفسيا بدل ما نعطيه إغراءات ندعمه نهتم به بأم هو وحده بيرجع مرة تانية بيتفوق طب خلينا نعطيه وقت ما بسرعة منبدأ نضربه بعدين أنا صرت أقول دائما دائما للأمهات نصيحة هاي نصيحة عامة لأي أم أينما كانت ونصيحة لأي أب أينما كان ليش منهتم كتير صرنا بالتفوق يعني مدام تحصيل حاصل الولد رايح على الجامعة الخاصة رايح على الجامعة الخاصة فيك صار صعوبات كتير بالجامعات الحكومية طب خلي الولاد يسترخوا خليهم يلعبوا خليهم ياخدوا راحتهم بعدين دائما منشد عليهم وهنا لسه بالابتدائي وهنا لسه بالإعدادي لما عم يوصلوا على المرحلة السنوية بيكون خلاص الولد أجهد وتعب ومل فخلينا نمشي مع الطريق الصحيح هلا أتركوا هذا الصبي ولا تعاقبوا ودعموه نفسيا واستنوا عليه سنة سنتين أكيد مدامه ذكي ومدام كان متفوق بدون الإغراءات هاي وبدون التهديدات والعقاب حيرد يرجع مرة تانية لأنه الإنسان دائما قلوه شخصية وقلوه أصل بيمشي عليه لما يرجع بيكون هذا طالي حيرد مرة تانية يرتفع وما في إنسان بالدنيا بيكون خطه البياني دائما واحد يعني راقبوا الإنسان على مدار شهر يوم بيتعب يوم بيمرض يوم بيميل يوم لكن بضلب الآخر صفاته الأساسية لا تتغير فيه لو تراجعت بيوم أو مرة أو هاي بيكون فيها ظروف معينة صحية أو نفسية أو أي شيء تاني فهذا السلوك غلط وقولي للأب إنه ما يرجع يعيده مرة تانية ودعمه الإبن نفسيا وإن شاء الله برد بيرجع مرة تانية بيتفوق السؤال اللي بعده صحيح كمان فيه برسالتها أمر مهم جدا إنه بتقول ابنه صار كتير يحب كرة القدم وصار كتير يحب إنه يلعب مع الناس وهي تسلايته فكمان بدي أقل له لهذا الأب إنه حميد ربك إنه ابنك انصرف صحيح ترك الدراسة وانصرف عنها لكن انصرف إلى الرياضة يعني بمثل هاي الظروف اللي الإنسان مضغوط فيها كتير بتكون الرياضة مفيدة إله لأنه أثبتت الدراسات الحديثة إنه الإنسان كلما ركاد كلما لعب كلما تحركات بيخفف عنه الضغط وبيخفف عنه الاكتئاب فالحمد الله إنه ما قعد مسك هاي وسائل التواصل وقعد يشتغل بيفوت على مثلا مواقع غلط أو يشغل وقته باللعب هاي الإلكترونية اللي عم تضر دماغ أو عم تضر الأصبيع أو تأثر عليه فالحمد الله إنه عم يشغل وقته بأشياء هتفيده مو بيقوله عرامة الولد يعني هو وصغير لعبه ورقده وشي كله هذا بالآخر فائدة لعقله فائدة لشخصيته هلأ مو أنت حريص على أنه يكون متفوق هاي الركض واللعب وهي الأشياء إن شاء الله بتزيد من ذكاءه بتزيد من قدراته فحيرجع مرة تانية يتفوق إذا مارس هاي الرياضة بهاي الطريقة الصحيحة ويا ريت بقول للأب ما تجعل علاقتك بابنك هاي علاقة الرهبة علاقة العقاب يعني شو هيكون صورتك بذهن الطفل الصغير أنك أنت هذا البعبع يلي بيجي بآخر الليل ما بيعطي حنان وحب بيعطي الصرامة درست ما درست دور الشرطي يلي مننها دائما عنه بالعلاقات الحميمة فلا تخلي علاقتك بابنك هيك عملت ما عملت بضربك بعدين شو هي تضرب الفلقة هاي الفلقة بطلت من زمان صار هلأ المربي لو بده يضرب كيف طريقة تضرب طريقة خفيفة هيك ضرب مثلا على يد أو ممكن تكون على الرجل لكن بمصطرة صغيرة لكن هيك هاي الطريقة اللي كلها كلها من أولة لآخرة بتعطي هاي مشاعر الخوف بتعطي مشاعر الرهبة بتعطي مشاعر القسوة فهي مرفوضة وخطأ وما لازم أي مربي إنه يقوم فيها لو كان ابنه تراجع وصارت علامة صفر يمكن ابنك ما بيحب الدراسة دور له على هواية أخرى طيب ما عد فيه معنا وقت لسؤال جديد إن شاء الله من أجل للحلقة الأخرى وبذكر كمان بالعنوان البريدي للبرنامج أو إذا كمان على صفحتي أنا على الفيسبوك ممكن استقبل الأسئلة وإن شاء الله تعرض هنا وأجيب عنها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته